اشتركوا في القناة 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 لأنني عير نيد شخصي للافوزي وإن مش موضوعنا كي القضاء ممكن تتجليشي كيابة السيد أو تدعيه لنقاب الوطني للصحافة المغربية وإن تغضي يكونوا الإجراءات كينا في مدينة الرباطة وممكن تمشي تدري زمار الأمن موجود لبلد الحق والقانون شكرا لك للافوزي من أسفي توفيق مساء الخير السلام عليكم السيطة الرمضان الله يبرك فيكم إليه مرحبا كنشكرو كنشكرو طيفة ديارك بسي محقاوي على هاد خاضورة برنامج ديارك مرحبا فدر زي توفيق ويتم اهدر على بعد الحوز من ديه أصابك المجتمع المغربي مهم بشي ديه الغطيفة بديه النساء وإطفال واشكين استراتيجية ديه حكومة لمحاربة هاد الأمراض الأخلاقية نعم كنشكروك شكرا لك سيتوفيق من أسفي وشكرا على اختصارك خالد من أمزميز مساء الخير خالد خالد مساء الخير ألو السير دغان تحيا لك الله يبرك فيك أموريا مرحبا تحيا السيد الوزيرة أهلا أول سؤال قلت عرفت أمزميز فين كان ولا لا الله يودي المغرب أنا عندي كل واحد كان عارفو تقريبا قدر نقول ماشي شبران شبران ولكن منطقة منطقة هيا الله هيا جوبتك خالد مساء الخير بغيت بغيتهم يتكلموا في البرنامج على المرأة القروية بزاف أمزميز نعم إذن سعيد من تمارا مساء الخير مساء الخير السير دغاني مرحبا سيدي مساء اللون لنبسي معه أهلا وسهلا مرحبا أجدك بيخل لنبسي معني سؤالين سؤالين الأول هو بطاقة المعاقل اللي كانت دات الحكومة دي السي يشفي واشباقها بتفونه اللي غاد تحيوها السؤال الأول راحنا محتاج لها بزفزب سؤال الثاني نعم نسبة لفتيات القاصرات لكي تجوجوا من طرف وليديهم إذن هذه داخلة في العنف دي المرأة أولا نعم نعم شكرا لك سدي سعيد من تمارا إذن قبل من نواصلوا الاتصالات لبسي ما كين 12 سؤال تقريبا أولا بين 10 أو 12 سؤال ربما كين محاور مشتركة والكي ممكن تفضلين لك الكريمة بالفعل أولا أشكر جميع المتدخلين لأنهم كيترحوا تساؤلات واقعية وكتمس المواطنين سواء كانوا نساء أو رجال وبالتالي خصنا كل سؤال قوي جواب ولكن ممكن ندروا أجوبة تركيبية للتقائية الحاصلة بين الأسئلة التي طرحت منها اللي كيتم حور حول قضايا المرأة اللي كيتم حور حول قضايا الطفل اللي كيتم حور حول قضايا الأشخاص في وضعية إعاقة فنبغي أن نقول إجمالا أن وزارة التضامن والمرأة والأسرة والتمنية الشمائية أخذت على العاتق ديالها أنها تعطي لكل فئة الحق ديالها فليست هناك فئة مهمشة مقابل فئة أخرى لأن الأشخاص في وضعية إعاقة كي يجيب لهم الله ويبدو لي من خلال كلامهم أن الملف ديالهم أو القضايا ديالهم أرىها ماشي في مستوى الاهتمام مقارنة مع مثلا ملف المرأة أو الملف الطفولة اللي نبغي نقوله هم عارفين ولكن لأن صاحب الحاجة كما تعرفون يعني التحاجمك في مستوى تطلعاته وانتظاراته فكي يبدو لهم أنه أرى ما تنولى شهد الملف بالجد ينطلوبة أنا نقول لهم أنه أولا نحن بدأنا بالحوار واللقاءات المتعددة اللي حصلت كلها جمعت فيها الاحتياجات ديالهم والمطالب ديالهم وقلت لهم لأنهم معارفين أنا ما يمكن ليش نوعد بشيء لا أملك فيه الصلاحية لا يمكن أن أعدى مثلا بالتشغيل لا يمكن أن أعدى بشيء ما كان مركوش الأخي يتكلم عن الوساطة إحنا ليس دورنا فقط الوساطة أو فقط التنصيق لا دورنا النهوض بالشخص في وضعية إعاقب لذلك إحنا هذه السنة طلقنا سياسة عمومية مندمجة لصالح الأشخاص في وضعية إعاقب هذه اللولة إحطينا في الأمانة العامة للحكومة القانون المتعلق بالأشخاص في وضعية إعاقب ثلاثة رجعنا الطريقة ديالتعاون ديالنا مع الملفات وطرح علينا المشكيل ديالت 7% اللي هي النسبة المخصصة للأشخاص في وضعية إعاقب كين هناك أشخاص يطالبون بالتشغيل وخام الحاملية الشهادات يطالبون بالتشغيل مباشر دون اجتياز المباراة هذا غير ممكن الخط اليوم ديالحكومة هو أن كل واحد بغاية توظف كين قانون لكن ينضم هذه العملية لابد أن يأخذ المباراة ولكن شن هو الامتياز اللي تعطى الأشخاص في وضعية إعاقب هي 7% 7% اللي انطلقت منذ سنوات ولكنها بقيت حبرة على ورق لم تطبق ولم ينصف الشخص في وضعية إعاقب من خلال ديك 7% لعدة اعتبارات أولا الحساب ديها 7% ما كينصفش القضية التانية أنه بعض المجالات وبعض القطاعات اللي كيكون فيهم توظيف بشكل كبير بحال وزارة التربية الوطنية بحال الجماعات المحلية عندهم قوانين منظمة خاصة بهم وبالتالي ما كيخضعوش لهذه القانون لذي 7% فإحنا الآن مع سيدة رئيس الحكومة ترحنا الموضوع من جديد وكاننا في الأيام القريبة أو في الشهور القريبة السيدة رئيس الحكومة انطلاقا من المسائل اللي حددناها وهيئناها غادي خرج قرار في هذا المجال اللي غادي يضبط فيه بالفعل كيف يمكنوا حساس 7% وهذه اللي يستفدوا 7% كاملة هذه اللولة الثانية يستفدوا من جموعة من الحقوق اللي ما كانتش عندهم من قبل في إطار توضي فهذه المسألة الأول مسألة الثانية البطاقة البطاقة الأخ اللي يتكلم بالفعل كانت مبادرة لإخراج البطاقة هذه تقريباً واحد سبع سنين يعني التهيئ والتحضير بدام شبعي دم بعد توقف على الشوقف كيف زاف ديال الأسباب ولكن هندكر عنا واحد هو أن البطاقة ديال المعاق ربطت أو ارتبطت بالخدمات التي يجبوا أن تقدم الأشخاص في وضعية إعاق فتوقفت لأن الدولة في وقتها لم تكن مستعدة لتقديم جمعة من الخدمات فدرت بنقسم البطاقة أنا اليوم القرار ديالي شنو هو هو أولاً نخرج البطاقة ونمكن الأشخاص في وضعية إعاقة من البطاقة اللي غادي تحقق ليه أولاً الاعتراف بإعاقاته ما يمكنش غادي نساوي بين الشخص في وضعية إعاقة وآخر خاصة بعدها الاعتراف بإعاقة إذا البطاقة رح نبدينا نشتغل عليها ونوين إن شاء الله يعني نوين سوف يأخذينا القرار وغادي في اتجاه أننا نخرج البطاقة من أجل الشخص المعاق من أجل التعريف بالوضعية وأن اتفاقيات تجمع ما بين الحكومة ومؤسساتها إما خاصة ولا الحكومة فيما بينها يعني ما بين القطاعات تمكن الأشخاص من وضعية إعاقة من خدمات وإحنا باقينا نشتغلوا على البطاقة باقينا نتواصلوا مع القطاعات وكي نحن تستعداد اليوم الوزارة التجهيز والنقل باش أننا نديروا واحد الاتفاقية اللي كتمكن الأشخاص في وضعية إعاقة من خدمات ديال النقل ومن غيرها بما يرتبطوا بهذا الوزارة ولكن باقينا نتواصلوا مع وزارة أخرى نبغي نختم هذه القضية ديال الأشخاص في وضعية إعاقة باش نقول لهم بأن الملف ديال هم هو من الملفات اللي حملها بقوة ولكن رغم ما كيعرفوا أولاً إحنا لا نملكوا التشغيل وكيعرفوا بأن هناك قوانين تحكم البلاد ولكن حتى هما يا سمح لي كيقول لك إحنا كي نضرب وكي نلعصى قدم الوزارة بغيت نقول لهم أنا شفت أشخاص في وضعية إعاقة منهم كاسيح ومنهم اللي عندهم إعاقات أخرى اللي كي ضربوا أشخاء الرجال السلطة أنا شتهم بعينيها فالعنف مرفوض من أي جهة كيف ما كان نوعه لذلك اللي يبغى الحقوق دياله خاصة يطالب بها بشكل حضاري ومن طبيعة الحال تقافة ديال السلم تقافة ديال احترام الآخر تقافة اللي خاصة تكون بيناتنا ديال التقدير المتبادل هي الجميع التوحل ما فوق القانون طبيعة الحال أنا ماشي مع الضرب أنا دائما وكنت كان دفع ولا زلت لم نكن تبرمني ولا الآن ولكن نقول لك كي يكون مناخ ديال السلم خاصة يكون احترام متبادل عندوز هدو قضية هدي على اعتبار أننا دائما عندنا آدان سارية نمشي الموضوع ديال الأطفال واحد سيد وأعتقد بأنه المتدخل أول وصف واحد العالم ومن بعد قل لك أنا كنحلم لا بغيت نقول له واحد الحاجة الحلم ديالك حقيقة لأنه عندنا بعض المؤسسات ديال رعاية الاجتماعية كيف ما وصفهم بالضبط الناس لابسين فيهم زيان ونضاف وكي يكلهم زيان وكي يمشيون مخيام وعندهم جميع شروط ديال الحياة الكريمة اللي ربما أكثر مما يتمتع به الطفل اللي هو في الأسرة دياله وفي الحضن ديال العائلة دياله كين هاد الشي هاد المؤسسات احنا كنسميهم مؤسسات خمس نجوم طبعا مؤسسة الرعاية الاجتماعية اللي كتوصل لألف خمسمائة مؤسسة ماشي كلهم في هاد المستوى وماشي كلهم بهاد الخدمات لذلك احنا يا هاد السنة الماضية الفين واتناش وهاد السنة كذلك احنا كنشتغلوا على إصلاح منظومة مؤسسات الرعاية الاجتماعية وقد نخرجوا تقرير في هذه الأيام حول هاد الوضع لأننا احنا سنتين احنا كنديروا تشخص وكنديروا المشاورات مع المتدخل الآخرين سواء القطاع الحكومية ولا الجمعيات المسييرة لمؤسسة الرعاية الاجتماعية ولا المؤسسين ولا احتى النزلاء اللي كنسميوه المستفيدين فهذا الناس كاملين احنا درنا مشاورات موسعة وعدنا اليوم واحد الكم هائل من المعطيات فاش غد تنفعنا غد تنفعنا أولا في أن نديروا الإصلاح لهذه المنظومة والآدات الأولى والأساسية في هذا الإصلاح هو تعديل وإصلاح القانون 14.05 المتعلق بفتح وتدبير مؤسسة الرعاية الاجتماعية ورح ندب في المشاورات الأخيرة باش أننا نخرجوا هذا القانون كيف موعدنا في المخطط الشريعيدي الحكومة لذلك أنا بغيت نقول بأن هذا المجال الاجتماعي كله كيحتاج النفس الطويل وكيحتاج نشتغله على البنيات ما نشتغلوش على القشور ما نشتغلوش في المنصيال يعني راحنا دايرين ما نحن دايرين هذا الشي ما كينفعش العمل الاجتماعي كيحتاج الاشتغال على البنيات كيحتاج أنك تصبر على الإصلاح كيحتاج الانخيرات الجماعية الكل سواء المكونات الحكومية كلها ولا المجتمع المدني ولا المؤسسات نجي والله يخليك النساء نقدر نخليها شوية النساء أكيد ونكمل على الفتيات وخبي سرعي نكمل على الأطفال والفتيات باش نقول لك بأن زواج القاصرات بالفعل عنف ونحن العنف عندما تجبر على ذلك مليك يكون الإكراه على الزواج سواء كانت المرأة راشدة ولا كانت الفتاة قصيرة مليك تكون الرغبة عند الفتاة ولا عند المرأة هذا شيء آخر لذلك نحن في القانون مشروع القانون لمحاربة الأنف ضد النساء درنا واحد الفصل اللي يتكلم على إكراه المرأة على الزواج ودرناه كوجه من وجوه ممارسة العنف على المرأة وبالتالي كيف ما كتشوفوه هذا الموضوع رام تروح بهذا المستوى غير هو يا بغيت نقول بأننا كنشتغلوا على القانون والمغرب عنده ترسانة قانونية ممتازة لا فيما يتعلق بالمرأة ولا الطفل ولا مجموعة من المواضع ولكن كنظن بأنه ولا عندنا نقص في تأطير المجتمع وفي نشر التقافة التي تمكن من تنزيل الدستور من إعمال القانون من احترام اتفاقيات فمشينا في هذا الاتجاه اللي هو مزيان وجيد وضروري ولكن يعني كنظن بأنه الحكومة والمجتمع المدني الجمعيات خصوصا جمعية القرب خصنا نتقلوا من الترافع فقط إلى النزول إلى الميدان وتأطير المجتمع باش نرقاوا بالآداء ونرقاوا بالسلوك دي المجتمع ككل ومن ثم يانا قدرون توقهم جمعا من الممارسات التي تمس سواء المرأة ولا الطفل ولا الأشخاص في وضعية عق طيب للا بسيما غادي نرجعوا لاستقبال الاتصالات ونلتامس من سادة المستمعين أنه إذا كان سؤال تطرح أو مداخل للتطرحات نحاول نشوف الأمور جديدة نكونوا موجزين الله يجزيكم بالخير عبدالفتاح من أسف مساء الخير السلام عليكم وعلكم السلام ورحمة الله تحية لك وتحية لوزيرة مع الطراب الورود وإلى الحكومة التي كنا حاليا شكرا يتفضل أنا أخوة يبغيت ندخل في جوزية الحوازل مرحبا المغربية مثلا بخمسين درهم والراجل يخدم مئة درهم منها أيه في الفلاحة في هذه الفلاحة أما بالنساء الآجيرات الفلبينيات يخدموا مئة ألف ريال شهر والمغربية يخدموا بتاتين ألف ريال شهر نعم أشنا هو الفرق ما بالفلبينية والمغربية والغزافية والمغربية هاتش ينشتوق الناس كبار جول ولو ملك يخدموا بتفلبينيات نعم بإتامان بعيد ومغربية أعطيها تلاتي ناس ريال شهر نعم شكرا لك سعب الفتاح من أسفي غنمشي والسلع أرقية مساء الخير السلام عليكم سيدي وعلكم السلام ورحمة الله مرحبا الله يطول عملك السيدي السلام عليكم سيدة الوزيرة حالكم السلام ورحمة الله الله يجب بخير تفضل كنت هضر على العلم كنت هضر على كل شيء الملفات لعند للابسي ما بين يديها هاتفضلي والله يجب بخير وأنا عندي سؤال للسيدة الوزيرة تفضلي ما كانش شيء معنف بعدها فتلا سيفا نهائيا حالي أنا هاتفضلي كانش أنا كنحكم على راسي ونقول هاو كنت حمل مسؤوليتي فيها هاتفا نهائيا هاتفا نهائيا مكينش شيء وحدا نظلوما بحالي أنا قلنا شنوما المشكلة يهاتفا نهائيا عم يعني تعرضت لعتيقة لتاوسفية وتعرضت لعصا وتعرضت لبزف ديالي حاجات وباختصار باش منطولش على الناس هاتفا نهائيا هاتفا نهائيا هاتفا نهائيا ما شكونا لا حتا أنا حويض قصير للا رقياء للا رقياء بدو أن الموضوع بعيد جدا على الاختصاصات ديال السيدة الوزيرة نقترح عليك الله يجزيك بالخير أنك ترجع على ستوندار وتخلي الرقم لهاتفي ديالك نعود ونتصلوا بك من بعد باش نفهموا الموضوع ونشوفوا السياق دياله إن شاء الله ودك الساعة نشوفوا ما يمكن أن يترتبع لها للا رقياء الموضوع ربما في الأمن في القضاء في مجموعة ديالت الشعوبات من الأفضل مشاهدية مناسبتها شكرا لك للا رقياء من سلا نمشيو لطانجا سي محمد مساء الخير سي محمد مساء الخير سي محمد مساء الخير سي محمد علمي سي محمد مساء الخير نعم سيدي نعم سيدي مرحبا أنا مكا سيرونداني تفضل أمو الله يجزيك بخير بغيت شي ملاحظة صغرين على الأستاذ باسيمة الذي أحترمها بطبيعة الحال الله يبارك فيك باعتبارها مرأة وباعتبارها وزيرة جرد مسائل فقط؟ سيدي نسي محمد المسألة الأولى هو أن بغيت أناشدها أنها إن في البداية ديالبرنامج قالت أنه جئتني التووي من اختتام فعاليات مناعة ضد العرف ضد النساء أنا يا أختي الوزيرة عزك الله سننسى له مع القضية ديالنداوات واللقاءات وكذا ما هو محاربة العرف ضد النساء ما هي أداة العنوان الأساسي اللي سيكون سيكون محاربة معنف النساء ما هي محاربة العرف ضد النساء العرف فرمش كي مرسو شي واحدة إنسان وفي الغالب بشي كيكون رجل فقط كيكون رجل وكيكون مرأته مارسو العنف لدى مرأة محالة فعلا نعم وهذا الموضوع دا في تشعوبات كثيرة كتطلب يعني مرتبطة بالوضع الطبقي ديال المرأة المرأة اللي بورجوازية ماشي في حال باختصار أسدي محمد باختصار كي انتصارت كثيرا الله يشالك هذه هي هذه الملاحظة الملاحظة شكرا لك أسدي محمد من طانجة تحياتي لك شو المراكش سيساعد مساء الخير المرحب الخير استغنضاني مرحبا سيدا مساء الخير للوزير الكريمة سيدا أنا نرجعي من حيث انتهت سيدا الوزير ترسانة قانونية مهمة يعني غير انها لم تفعل ونعطي السيدا الوزير ان الضاهية القانون ديال الرعاية الاجتماعية ديال المواجد المتفوفين والقانون ديال المعاقين بصفة عامة هذا يعني لم تصدر لهم رسوم تطبيقية الى حد الآن نعم إضافة الى ذلك كان ناشد سيدا الوزير على البطاقة ديال المعاقصة تخرج الحي الحي الوجود نعم يعني تكون اتصاد مكتفى مع الشركاء الفعاليين يعني من اجل نعم يعني ان تكون هاد طبقة ديال المعاقين يعني يعني تحسب بجميع الحقق ديالها بجميع الوزنة شكرا لك سي ساعد بن مراكش دائما في مراكش خالدة دمرة مساء الخير تحية خاصة لك السيد رمضاني مرحبا سيد خالدة تحية كبيرة نعم نعم أستاذ عندي عندي السؤال وجوج ملاحظة للصات مم السؤال الاول مهم وهو تنعرف ارمالها مم مثلها تبفالها رجلا كان شي فورتاكسي وتبفالها رجلا وعندها ابناء مم لبما عنده كينا شي مساعدة او لكينا في انتر جديها تمشي غيش مساعدة قليلة كينا الناس شدينها وعادي محتضنينها مم ولكني هم 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 انتقر هم مم المم یہاrab فعلًا من المطاق و مطاق فا مهم هم فا دائما تكون عازمة وفي جميع القطاعات هذا والإصلاح. الإصلاح هتنديروا بعدها نقط اللي وضعهم ونطبقوهم ونستمروا والعام جاء ويبقى الإصلاح الفتوح والعام جاء إن شاء الله تكون حاجة أخرى. نعم شكرا لك أسدي خليد من مراكش سلاها هدلمرة حمدا مساء الخير. مساء النور سير رمضاني. مرحبا سيدي. تحية لكو سيدة الوزيرة الحقاوي. أهلا وسعلا. تفضل سيحمد. أحنا صرحت الله فرحانين بها من تعاودات وفقات في وزارة ديالة. زوينها تعاودات عنك زوينها تعاودات. والله إذا فرحنا لي أمين بقات. شكرا. دوبلات دوبلات في الحكومة. تفضل. والله مرحبا بيها والتحق. الله يبارك. تفضل سيحمد. تحليك محضر خير أصير لديك. وحد سيدة وزيرة. وحد القادية سيدة وزيرة الله يبارك. رحنا كانت أسفودة بالمكان سماوك تكلمي هي تنزيل الدستور يعني إيش حال ما بقينا باش نفعل. و الدستور. ثانيا علاش الوزارة ما تفتح شدير واحد برنامج. و الدور مع جمعيات مدنية. و الدور على بار بدا. لنرى مكسل و وزارة التضامن والأسرة. يعني رح تكون حق البرنامج جيلا لأرض الواقع. حنا في شجمية كتقرأ إعادة الإدماج والتربية. لكن مكسلها كتقى علام آخر. نعم. علام لا علاقة لي بالإدماج وإعادة التربية. ركادينك الوزارة. ما كتحمل اسمية دي اختضامن والأسرة. آآآ تكون حد باليوم كنسمعه فهد فهد الإداءة المباركة. لأنه واحد سيدة مثلا معاقة. كافيفة. مه. هو واحد سيد هارف لها الاسميسو ديه لقريمة ديه لهم وده ديه الام كتنع في المحاكم. هلاشنا هو مدخلش. مه. هلاشي تصير رمضاني كتقنع بعيدا. يا لك كل يوم لا احنا مشي تخصوص. رح وزارة تضامن كتحمل كين ملفات السحة ماذا الملفات الماثلة امام القاضاء بالحكم القانون ما يمكن لناش تدخلوا فيها بغيت بغيتين ان تشدوا احنا. تفضل السحة ماذا بصور على انك انتصارت كثير الله يخليك. سيدة سيدة حقاوبة قد تعيدنا ضرف قد يدير اه بطاقة الرميد لبعد الاوسر اللي كتعاني لها شاشة. نعم. نعم. وحنا كنشوف نعم. في مدينة سيد طيبي عندنا. نعم. هم. هو عنده عنده متان مئتي مليون. وحاصل على بطاقة الرميد. نعم. 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 اه. اه. او دماء المسألة دي. وشكرا لكم. شكرا لكم سي حماد من سلا. ساعد من دار بدا مساء الخير. ساعد. وعاركم السلام عليكم. وعاركم في قاسي ساعد. الحمد لله. تفضل. اه. اخويا كنشكركم. كنشكر للا الوزير اللي معكم. مغيبا. كثير. اخويا عندي شيناس نسابي بغيط غير. اه. الا كينش مساعدة نساعدهم. عندهم ثلاثة دموع واقين. اه. خريبان اه متابعين في في العمر. نعم. 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 اه. مزيودين الاخرق على الزادة دستة وثمانين. عندهم اه. ثلاثة وثمانين. اه. 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 دبا ما ممكن فيهم متشح هذا ما هو مني assallah اه أص往هم أغدق ū اه نشاء الله يحمي الويدي. نعم. ان شاء الله الله عزي ساعد. كي يتوجدوا في اه. عاملات عاملات الشيشة واجئة جهة الدنيا. اه. اهم. 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 ساكن اه تكثر من الخلسط�نت عام ويعا كتتعاني معهم بمه ر tãoEd الواحد للت lí %. John please. مجل الله. اه. اهم. اه. اي من فوجودian اجمعيت مدني zwe Share jmeりました. نعم نجعه مدنيتmeye أهم لي نعم. نعم. ما شاء الله. ومكرفسة مكرفسة عندها عند القلب عندها رانضيبو هنا في الضربدة كتجاعدنا الضربدة هنا باش توز ما تقدرش تجي دابا. نعم. ما شاء الله. ما شاء الله. يلقك شمران اللي قابلهم لها. اللي تقابل لها الدرالي. الله يكون في العوار. ومساعدة الله يرحم ويداته وإحنا نمشي. إن شاء الله سيساعد. شكرا لك وعلى هذا الطيبوبة اللي في قلبك. الله يكتر نمتلك. حسين منزا قولا مساء الخير. مساء الخير. سكير رمضاني. مرحبا سيدي. الله يبرك فيك. تفضل. نشكره وكوكو. نشكره جوهرات الوزيرات المغربية. الله يبرك في كي سيدي. سيدة. نعم. ديور الطاليب. النس اللي يخدمين ديور طاليب. ديور طاليب. خزمية درام الشهر. مم. واش عدت سوى الوضع يديلهم. لأنها كي لا. ضمن الاجتماعي لها تغطية صحية. وكي يخدمون لها مهار. نعم. 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 شكرا لك سيحوسين. شكرا لك سيحوسين من زاقورة. تحية النزل زاقورة. تيزنيت. إبراهيم مساء الخير. سلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله سيدي مرحبا بات. فحية في في موزاني. الله يبرك فيك مولاي ترغب. سيدي الوزيرة. صحية كمولاي. سيدي. سيدي. المسلمات من الحقوي. آلام وسعلي. أنا سيدي موزاني سيدي الوزيرة على واحد منك. لانها في مدوبية في بايحة. 100 الميلة مخفوفين. آها. نعم لدينا اقص чуть من قرار نعم لا المهم لا اقصد تصمد من هي اقصد أهام شنو مطلوب الملف ديال cree ديال cree الملف بديال المكفوفين اه هيا اهام طيب طيب سؤالerte هو الهي انشاء الله سيبراهيم شكرا لكم من تيزنيت من الدار بيضاء عزيز مساء الخير مساء الخير سيد اردوان مرحبا سيدي كيف حالكك كيف حال الوزيرة رعلا بس عليها اي حدايا قبلها معا مش احدا قبلها معايا قبلها معايا نعم سيدي تفضل بعدك اشكر بعدها سيدة الوزيرة على روح مواطنة ديالها والحمد لله من عندنا حكومة كتخاف الله احنا بغينا حكومة تكون كتخاف الله واحسنا كلنا نخاف والله تفضل اصيب رأي عزيز كل اللي عندي هوش وسينة الوزيرة وشية خاصة من قبل مرأة والطيفل او لرجال حكومة لانك يبالي الرجال رانساتهم شوية لا 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 الرجال تاومة المشمع كله الله راسي وعيني لا لا استاذ الله خليك لحكا استاذ وزيرة قبل ما تسالي اسميته مو الداني الحكومة في شوكين شوفي بجيت الرجال شوية تاومة الله اللي بتاع عده مرغي ما كيش كيوش هذا ما كان احنا صبار احنا صبار شوف تاتبدا وتشكيو شكرا لك ازدي عزيز متدر بيضا اسفي مارك الله فيك اسفي مصطفى مساء الخير مرحبا سيدي السعادة تحياتي وتحيات الادعة اللي برفيك اموري تفضل لسي مصطفى لا تفضل لا تفضل نقول جانب الوزيرة حمو قينا شكنت يقوه في سرجاء بقين كانت يقوه في العيلات الزاف عندها يزيد وهتكذب وتحق يا الله شوف اللي ما عنده مبادئ اللي ما عنده مبادئ ما عندك ما تقول له اللي عنده مبادئ روحة مهما يكن ما يمكنش يغيير المبادئ ديالي والمرأة هي المجتمع يا إصلاح وأقدس المرأة إن كان وسعدت النساء بك سمصطفى شكرا لك أولا بقي أولا بقي أستاذ الله نعم سنة ونصف تنسنة وفي الأخر وزارة العزل الحريات دخلتنا شكاية للحفظ بدون ما تخبرني وبدون أي مبادئ وأنا فوق مستعشر سنة وأنا مقيد سمصطفى شوف دير طلب ديال التحقيق في القضية ديالك اللي أنا دي عنده علاقة بالعدل وأنا كان عرف بأن العدل وخاك ياخدوا الوقت في الرد ولكن كيرتو ده صفت شيكاية ديالك ولا طلب تحقيق إلى بالك ما كانش الإنصاف وهو ما رغدي هي وفيوك بالمعطيات وينصفك إن شاء الله شكرا لك سمصطفى من أسفي شكرا لك على تواصلك معنا حميد من العريش مساء الخير السلام عليكم وعلكم السلام ورحمة الله مولاي مرحبا اللي بارك فيك سيدي تفضل يا رماتي سيدة الوزيرة أهلا وشكرا لنا مرحبا مرحبا وتعرض بحديثة شغل وتعرض بحديثة شغل وتعرض بطاقة ديال إعاقة نعم السؤال وصلها سي مصطفى شكرا والسحام عفوا شكرا لك سوهيل من أمريكا مساء الخير سوهيل سوهيل مساء الخير آه السلام عليكم أخير رمضا مرحبا مرحبا تحية لك وتحية الوزيرة آآ لمعرك ستفضل سيدي آآ عندي واحد الملاحدة يعني آآ يعني آآ يعني المؤسسات والمكلفات يعني بالتضامن والرعاية الطفول يعني مؤسسات يعني آآ هما يتعملوا يعني عمل يزعلي ولكن الملاحدة اللي عندي هي لقص أو فراس القانون آآ بالدات يعني كمان آآ كبارح للحلقة تاكم أطفال مخلعة لهم نعم يعني هناك صراح قانوني أو ما كيش أو عدم تطبيق القانون نعم يجيب أن يعني هذه الأطفال اللي اللي خرجوا من البيت أن يتبعو المستعر القانونية تتزم على الآباء تعام والوالدين تعام نعم 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 بش يعني بش يعني حنا يعني ما نحلوش بمشكلة ولكن يكون هناك يعني يعني ما يكونش عدد كبير يعني من نعم نعم الرسالة واضحة سهيل شكرا لكم للولايات المتحدة الأمريكية قولوا ناخدوا جوجة اتصارات أخرى باش نفسحوا المجال سيدة الوزيرة تجاوب سوفيان من صويرة من بعده فؤاد من تارودان سوفيان مساء الخير مرحبا تحيال 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 سيدة الوزيرة تفضل بغيث سؤال يصبح سيدة الوزيرة مكووني عنضو سابق في برنا من طفل نعم من 2000 ويجوش إلى 2004 ولكن كان عين عن القرغ الوضعية والإعداد الأطفال والمشاكل التي يعيشها نعم يعني العدد يرتفع في تزايد نعم يعني بالمؤذس الذي الذي اسمته و المحاول لقوا حلول الوضعية الحالية واش ما كينش واحد واحد اللذن يدون يعني يملكي خير من العلاج يعني يحاول يحضو من الظاهرة من من الاساس دياله شكرا لك سي سوفيا لأسف مبقاش الوقت بزا باش نعم أكثر في النقاش مشي والفؤاد من تارودان مساء الخير مساء الخير السيدة مرحبا سيدي السؤال مختصر سيدي الوزيرة واشكرا هات القضايا اللي كاترح هاتش اللي عندي هاتش اللي عنك الله يجزيك بالخير سيدي واخي تموم شكرا للك هزدي فؤاد من تارودان سيد الوزيرة عدنا سعود ديال قبض ضبط نحسب معك في المرلمات كيف ملفت كثيرة ما شاء الله ولكن الله غالك عادي نحاول بسرعة ولكن مزيان دير الدستور يتحدث عن السلامة الجسدية نحن مطلقين في يعني مجموعة من المبادرات متعلقة بمحاربة العنف ضد المرأة تنزيلا للدستور عندنا المادة 19 من الدستور كتكلم على إحداث هيئة للمناصفة ومحاربة جميع أشكال التمييز نحن درنا لجنة علمية اشتغلت عليها ومبعد دبك الدز فيما تبقى مع الجهات المعنية عندنا كذلك ما يتعلق بالأسرة والطفولة في المادة 32 في الدستور اللي كتكلم على إحداث مجلس استشار الأسرة والطفولة لداز من نفس الإجراءات لداز منها يعني ما يتعلق بإحداث الهيئة ديال المناصفة عندنا واحد المجموعة من المبادرات كلها في إطار تنزيل الدستور وبالتالي هذه الحكومة منظيم الأولوية ديالها أن تنزل الدستور نعم القضية الثانية المتعلقة ببطاقات وخار ما غاديش رتب الأسئلة غادي نحاول اللي بنت لدات أهمية ولا الناس محتاجين لإجابة غادي نتكلم فيها بطاقة الرامد بالنسبة للميسورين لا تجوز أي مواطن وقف على خرق من هذا القبيل خاصوا يعلم السلطات لأن السلطات المحلية هي التي تسلم هذه البطاقة يقول لهم يدفع طلب دياله على أساس أنهم يحقوا في هذا الأمر نعم والسلطات المحلية تقوم بالواجب ديالها بطاقة المعاق من حق كل شخص معاق بغض النظر عن السبب سواء كان حادثة سير ولا كان خلقي ولا كان ولادي ولا يكون كيف ما بغي يكون فالإعاقة ما كان نفتشوش على شنو الأصل فيها نعم ولكن الشخص في وضعية إعاقة كيعاني من إعاقات متعددة إلا كانت جسدية جسدية ولكن كذلك هناك إعاقات مثلا ما كانت شرولوجية هذه إعاقة بسبب الإعاقة دياله وكذلك الولوج إلى العمل الولوج إلى التعليم هذه الإعاقة كلها كيعاني منها الشخص في وضعية إعاقة فمنحقوا البطاقة التي تعترف بهذه الإعاقة لأنها من حق من واجب الدولة أن تدلل هذه المعاقات عدنا أيضا الحديث على دور الطالب اللي هي جزء لا يتجزأ من مؤسسات الرعاية الاجتماعية وأنا كان عرف العاملين في زاقورة استقبلتهم عدة مرات في الوزارة يعانون معاناة حقيقية شنية هي أن هؤلاء الفاعلين اللي عندهم نفس التكوين عندهم نفس الشهادة كيقوموا بنفس العمل في زاقورة ولفش منطقة في الجنوب كيتقضوا مثلا 1200 درهم بينما مثلهم الزملاء ديالهم في مكناس لقيناهم كيتقضوا سبعة لف درهم لا يعقل فالآن إحنا كان نشتغلوا في إطار إصلاح منظومة مؤسسات الرعاية الاجتماعية باش هادش كله يتضبط ولكن ما تنساش مشي إحنا اللي كان خلصوا الفاعلين الاجتماعيين هناك الجمعية المسيرة لمؤسسات الرعاية الاجتماعية اللي كانت تسافد من الدعم اللي كانعطوها باش أنها تسير هادك المؤسسات وتخلص هادوك العامل الاجتماعيين هم اللي كيدروا ها التمييز فاليوم احنا كنشتغلوا في إطار هذا الإصلاح باش يكونوا حد دفتر تحملات بند من بنوده يتعلق بالعامل الاجتماعيين اللي خدسهم يتساووا من حيث الأجر اللي فطانجة بحل في زقورة ما يمكن شي كل فرق هذه مسألة الأول مسألة التانية احنا وضعين كذلك في المخطط الشريعي اننا غننخرج النظام الأساسي الذي ينظم المساعدة الاجتماعية فهذا دين علينا احنا كنشتغل عليه في الموعد اللي حددناه اعتقدوش في 2015 فمني غنخرج هاد النظام الأساسي غادي ينظم المهنة وكذلك يحدد الحقوق والواجبات لهذه المساعدين الاجتماعيين ونبغي تكلم على واحد المجموعة من الأسئلة متعلقة بالأسرة وبالمرأة والحقوق مثلا دي المرأة الأرملة بالفعل المرأة الأرملة اللي ما عندهاش واحد المصدر دي العيش ما المفروض أن الدولة تكفل لهذا شي أنا بغيت نقول بأن هاد السنة هاد السنة هاد السنة كان المعطى المتعلق بتقديم منحة مالية للسيدة الأرملة وخص فقط البرلمان من بعد ما مر القانون المالية من الغرفة الأولى يتصدق عليه كذلك في الغرفة الثانية فيصبح موجبا للتطبيق عنده المقتضيات دي التنزيل وبالتالي الدولة من وجبا أنها تصرف أحد المنحة الأراملة كذلك الأسر اللي عندهم الأشخاص المعاقين أنا كان تأسف مع الشخص اللي تكلم على الأسر اللي عندها واحد جوج ثلاثة بالفعل إحنا كنا أقترحنا في البرنامج الحكومي أن الأسر اللي عندها أكثر من معاق واللي يكون غير معاق واحد فما بالك عندما يكون عندها ولادات متعددة أنها تستفد من المنحة وتحدد لصندوق دعم تماسك الاجتماعي من المستهدفين بهذا الصندوق الأسر اللي عندها معاقين فاليوم الصندوق ره غادي وكيتأجرأ لغامات اللي هو جزء من نور هو كيتأجرأ تيسير هو كيتأجرأ غادي يجي كذلك الدور على الأسر اللي عندها أشخاص معاقين أنها تستفد من المنحة أنا غادي نقولك إحنا على مستوى الوزارة كان نقدمهم جمعة من الخدمات الخدمة اللولة كان نقدمهم جميع المعينات وتقنيات اللي كيحتاجوها مثلا الكراسي مثلا حتى البخوتاز مثلا عنده إيد مش لولة ولا عنده رجل نقصة ولا عنده خصوبة شي سماع ذك السماعة هذا شي كل شي نحن نوفره ونقدمه كخدمة وأنا نقول لك هذه الخدمة كانت ممركزة في مدينة الرباط في بداية 2013 13 عفوان خرجناها من التمركز إلى الجهوية فقدرنا الآن واحد عشرات ديال وحدات ديالستقبال وتوزيع المعينات باش نقربوا هذه الخدمة عدنا كذلك الجمعيات المهتمة بالأشخاص في وضعية إعاقة هما الوالة من حيث الاستفادة من الدعم الذي تقدمه الوزارة كيستفدوا معنا مجموعة من الجمعيات سواء النسائية ولا الطفولية ولا ولكن الأشخاص في وضعية إعاقة الجمعيات المهتمة بهم هما لكيستفدوا بالدرجة الأولى كتقدر توصل حتى 36% من مجموع الدعم الذي تقدمه الوزارة إذن إحنا نعطيه الإمكانية الجمعيات لأنها في علاقة قرب مع المواطنين باش تقدم هذه الخدمات إذن هذا الحال يمكن يمشي لشي جمعية قريبة لي نعم وبالمناسبة إحنا الآن خرجنا واحد الكتيب دي المؤسسات الرعاية الجمعية اللي كيقدموا خدمات معينة واللي دابا كان عمها قدمناها في البرلمان في مجلس النواب وغدى إن شاء الله عدنا تقديم الميزانية الفرعية في مجلس المستشارين كذلك عم نقدمها المستشارين فبإمكان النواب الأمة والمستشارين أنهم يوصلوا المعلومة للسكنة بحيث أنه الآن بوبنا ها هم المؤسسات الرعاية الجمعية العدوين ديالهم فين غد تلقوهم ولكن أتحدث المؤسسات الرعاية الجمعية المرخص لها القانونية لأن كان جمعية خرى ومزيانة مشيف من حيث خدمت ولا ولا مزيان شسادي ضمنا في هذا الدليل اللي فيه الجمعية نبغينا نبغينا نختم صراحة واحد الكلمة قال لك ما خصناش نكتفي بالندوات خصنا نعم أنا معك الآن نكتفي بالندوات رحنا على إتر القيام بمجموعة من المبادرات منها برامج خاصة منها الآن بلورة سياسات عمومية ذكرت لكم السياسة العمومية المندمجة المعاقمة وكذلك هناك سياسة عمومية مندمجة للطفولة بحيث أنه اليوم الحكومة كلها ستنخرط ورأكم عرفتم بأن اللجنة الوزارية برئاسة سيد الحكومة نعقدت لتعطي قوة لهذا العمل وعدنا كذلك الخطة الحكومية للمساواة إكرام 2012 2016 هذو برامج وسياسات ولكن كيفاش نحسو الناس بالإنخيرات كيفاش نتواصلوا مع الجمعيات والمؤسسات اللي بغينا تدخل معنا في تنزيل هذه البرامج كنديروا هذه اللقاءات التواصلية ولكن ديروا ندوات ولكن ديروا أيام دراسية منها كنحقق شرط التشاور ومنها كذلك نحن نحقق التواصل وكننقدم هذه البرامج للمعنيين بهذا العمل بسي مرحقاوي الكثير ما يتقالوا لكن هنجيبوك فرصة إن شاء الله نعم بغي تلتزمي مع السادة المستمعين مرة مرة غير قاضية اليوم تواصل مرحبا أنا في الخدمة سمعوها بسي مرحقاوي في الخدمة إذن إذا تعطلت عليكم وندير عليها شي عارضة رمأيت شعليا من قبل أول مرة رأيت لي البرنامج نجيت برنامج جديد بسي مرحقاوي وزير التضامن والمرأة والأسرة والتنمية شكرا لك شكرا مستمعين على تواصلكم معنا مع ذلك الناس اللي ماخدين اشتصالاتهم وسمحوا لنا إلا كنت كان قمع بنا مززوجتين مرة مرة اللغة برخصة نصيروا هذا شي باش مكان كريم نيسي شكرا رفقنا في الإخراج سعيدة عقار في تنسيق واستقبال المكالمات نتلقى وغدا في قفص الاتهام